أهلا بكم من جديد كثيرة هي الأعمال السينمائية التي تتناول قضايا إنسانية وكثيرة أيضا الأعمال التي تتحدث عن الهجرة غير الشرعية وبيع الأعضاء البشرية وأيضا الفوارق الطبقية كثيرة صحيح يا خالد ولكنال استثناء صنعه المخرج التونسي أنيس الأسود الذي تميز بفيلم يتناول مجمل هذه القضايا ولكن من وجهة نظر طفل صغير في عمر الثانية عشر لأنه متميز فعلا أماني استحقى التويج واستحقى الجوائز العديدة التي حاز عليها آخرها الجائزة الكبرى في مسابقة الفيلم الطويل للمهرجان الدولية المختة من نهاية الأسبوع الماضي بمدينة فاس المغربية تبدأ أحداث الفيلم مشاهدين الكرام بحادث سير يقع للطفل نبيل وكنيته قطحة الذي سلك والده البحر في رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة تركه هو وأمه واخته الصغيرة غارقين في الديون تتولى مشاهدين الكرام الأحداث التضطر الأم لبيع كلية ابنها فتنطلب حياتهم رأسا على عقب الحديث مشاهدين أكثر عن فيلم قطحة حياة ثانية الذي يواصل صنع الحدث بحصده للتتويجات تباعا نسعد أن يلتحق بنا من العاصمة تونس المخرج أنيس الأسود أهلا وسهلا بك معنا في برنامج ضفاف نبارك لك بداية التتويج بجائزة الكبرى في مهرجان فاس للأفلام ولكن لنقف بداية وقفة تقدير وثناء على كل هذه التتويجات 16 فيلم تمكنت خلالها من حصد نحو 200 تتويج وين جائزة شهادة تقدير ماذا تعني لك كل هذه التتويجات مرحبا أول حاجة بارك الله فيكم على الاستضافة وعلى تصلة الضوء على فيلم قطحة حياة ثانية التتويجات هي احتراف بالقيمة الفنية والقيمة السينمائية للفيلم الفيلم هذا تعرفوا الأفلام على الطفولة أو إلى الأطفال أفلام صعب إنتاجها لأنها تتحق أكثر وقته أكثر تركيز وأكثر شغر مع الأطفال الحمد لله فيلم قطحة شيف النور في ديسمبر 2021 كانت انطلاقهم مهرجان القاهرة ويتحصل على تنويه لجنة التحكيم بالقاهرة ويبدأ حياته ويكون عنده دورة معناتها في المهرجانات العربية والدولية ويتحصل على كل مهرجان يمشيلوا يصير تنويه أو اعتراف بالسيناريو أو اعتراف بقيمة الفيلم من القدس إلى تورونتو إلى مهرجان زلين بجمهورية التشاكة إلى أخيرا في زنزيبار تطوين فاس تبارك الله معناتها الحصاد كان مهم وهذا كل ما يجب كان يفرحنا احنا كمخرج كممثلين كتقنيين كمنتجين وكمعنتها ناس خدمة على الفيلم هذية وعطات من روحها وعطات من خبرتها لإيصال صوت هالأطفال هذية وما الصوت الذي أردت إيصاله حدثنا قليلا عن الفيلم قطحة حياة ثانية لماذا حياة ثانية؟ لأن تعرف الأطفال اليوم هم مثل الشعلة مثل القطحة نسميها في تونس القطحة هي الشرارة هذه التي تخرج من القداحة ممكن تأتي نور وممكن تنتفى والطفولة اليوم في تونس وفي عالمنا في العالم العربي عندها نفس المشكلة ممكن تضيء وممكن تنتفى وهذا هو مشكلة الفيلم مشكلة الفيلم هو كيف ممكن للكبار أنهم يقروا أشياء مهمة في حياة الصغار هذا هو الفيلم هذا هي الحياة الثانية لأنك بهذا البتر اللي تعيشه في طفولتك مثل قطحة في الفيلم يعيش ببتر يعيش بوجيعة كبيرة لجيته من والديه من أمه وبوه وأبوه اللي خرج من أرض الوطن خلصة في الحارق من الوطن لكن هي خيانة أول الأب لهذه العائلة لكن في نفس الوقت الأم اللي تجد نفسها موضوع أمام هالحياة الثانية هل ممكن توفر لأبنائها الحياة مسكن مدرسة كرامة العيش هل ممكن وبأي ثمن وهي تأخذ القرار في مكان ابنها وهذه هي أكبر جريمة ممكن يتعرض لها الأطفال اليوم في عالمنا هو الكبار اللي قروا لصغار في أشياء مصيرية شاما بن شعبان جمال العروي وآخرون أبدعوا في هذا الفيلم ولكن لو تحدثنا عن الممثلين الأطفال زكريا وياسين كيف كانت تعامل معهم كيف وجهتهم ما هي أصعب اللقطات التي وجهتكم في الفيلم وكيف وقع الاختيار عليهم أنا نحب نواجه تحية كابلة لفريق الممثلين من كبار مثل شاما أو جمال أو دورصاف الورتتاني أو أنيسة لطفي الألفانية القديرة أنيسة لطفي ما نجمش نتعدى إلا ما نشكر هالأطفال اللي كانوا معايا كانوا خمسة أطفال متميزين الطفلين اللي كانوا على الدراجة النارية اللي هما أحمد ومحمد مرقة لكن الطفلة المبدعة والصغيرة اللي كانت معايا وشاركتني في فيلم هدايا اللي هي ليليا الزايدي وكذلك المرور بالطفلين الرئيسيين في هذا الفيلم اللي هما زكريا الشيبوب في دور مهم في دور أسامة وكذلك ياسين في دور البطولة ما تتصورش قدش كانت العملية صعيبة لأنك تشتغل مع خمسة أطفال مبتدئين كان العمل في أول حاجة في الكاستينج كيفش حاولت نحاول نلقى هالأطفال هذوما في الواقع عملت كاستينج ما يقارب السنة اللي قابلت معا ما يقارب يمكن ثمانمائة تسعمائة طفل صغير وصار الاختيار على ياسين الترمسي وزكريا الشيبوب وليليا ومحمد وأحمد مرقة هذوما كانوا معايا وحذرنا حذرنا بجدية كل ما شاهد الفيلم على طريقة المسرح كنا نعاود المشاهد ونكتب السيناريو مع بعض ونكتب الحوار الفيلم مع الأطفال لما يكون الحوار خارج من ألسنة هذه الأطفال اختيار بطل الفيلم كان صدفة حيث كان مصاحب لأخي تم وقع الاختيار عليه اللي يصبح هو بطل هذا الفيلم ياسين كان مصاحب لأخوه محمود اللي كان صدفوه للكاسينج المساعد للمخرج لكن كان مرفوق بياسين هو طفل صغير عمره 12 سنة كان هش كان عنده قبول وكان عنده روح قوية اللي وصلتلي وهذا كان اللي حبيته في ياسين حبيت هالهشاشة هالطفولة هالجرح الأطفال الموجود في أطفالنا اليوم تعرفوا اليوم الأطفال الطفولة أصبحت في خطر في تونس وغير تونس تعرفوا هالتطورات اللي صارت خليت الأطفال ولاوهما يحملوا على أنفسهم عاش يعملوا على والديهم لأنهم الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية الموجودة اليوم خليت الأطفال هما يعملوا على أنفسهم حتى يعتقدوا اللي هما ولاوهما يأمنوا يزمهم يخرجوا من أرض الوطن قبل سن 18 سنة ولات عندهم وعي كبير جدا بمستقبلهم وبأخذ زمام حياتهم بأيديهم وهذا أكبر خطر لأن حسيد الأطفال الطفولة اليوم تمست ما عاش نحكيه على الشباب نحكيه على الأطفال الأطفال تعرفوا ما بين 11 و 15 سنة الطفولة هذه المهدى معنا بكل أنواحها من إرهاب من دعارة من إجرام من كل أنواح الأشياء اللي ممكن تمس الطفولة تعرفوا وهذا هو موضوع الفيلم كيفية الأطفال هذوما ممكن يأخذوا بزيبام الأمور لأنني ما زلت أعتقد في هذه الطفولة ما زلت أن أمن اللي الطفولة ممكن تنقذ نفسها وهذا هو موضوع فيلم جاتحة أعود بك إلى كواليس تصوير الفيلم ما هي أصعب اللقطات التي واجهتها في التصوير مع الأطفال تعرف فيلم مع الأطفال مع تهم أكثر من ساعتين الصبح تصوير وساعتين الظهر مع الأطفال هذا أكثر مقدار ممكن تتعامل مع الأطفال لأنهم يلعبون أمام الكاميرا ما عندهم مش دراية بموضوع الفيلم وهذا أكبر تحدي كان ليه هو إتمام هالفيلم هدايا في المدة المحددة من المنتجين لأنه كانت صعب كثير هالتحدي ذلك لكن أكد لك الأطفال كانوا معايا من أول يوم لآخر يوم خصوصا ياسين الترمسي اللي تقمص دور قطحة كان موجود معايا ثمانية أسابيع تصوير أمن بالتصوير اللي أحنا في لحظة معينة ولينا نتبادل الأفكار ولينا أنا وياسين نتقاسم إخراج هذا الفيلم لأنه ولت عنده دراية ولت عنده حنكة ولت عنده موقف من الكاميرا ولا يفهمني من أول دخولي إلى الموقع التصوير يعرف علاقتي به تتطور إذا أنا كنت بضحك هو يعرف اليوم هدايا مش تكون يوم فيها ممكن الضحك ممكن الترفيه لكن إذا كنت معايا صعب يعرف اللي هو مش يكون ممكن بعض الدموع بعض الأحاسيس الصعبة ليزموا يحذر روحه وهذه كانت علاقتي مع ياسين كانت علاقة على هشاشة هذه الطفولة كان معايا العين في العين خدمنا الفيلم مع بعضنا مع زكريا مع الطفلة ليليا مع أحمد ومحمد كان عمل ممتع كان عمل صعب كان عمل شاق لكن الحمد لله توفقنا في هذا العمل بكل شهادة المحترفين اللي كنا معاهم في المهرجانات طبعا لديك خبرة في تعامل مع أطفال فهذا ليس فيلمكة الأول الذي يكون أبطاله أطفال نتمنى لك كل التوفيق في قطحة في حظ المزيد من الجوائز المخرج التونسي أنيس الأسود كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس شكرا على قبول دعوة برنامج ضفاف